الخبر الرياضي في هذه النشرة حيث أقرت وزارة الشباب والرياضة استئناف النشاط الرياضي رسميا لكافة الألعاب الرياضية للعام 2020-2021 بعد توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ووضح وكيل الوزارة لقطاع الرياضة خالد صالح لوكالة الأنباء اليمنية سبا بأن الوزارة رفعت الحاضر على الأنشطة الرياضية بعد أن عقد قطاع الرياضة أكثر من اجتماع للاطلاع على حالة تفشي وباء كورونا وقررت السماح للأندية والاتحادات باستئناف ممارسة النشاطات الرياضية وذلك بالعودة التدريجية لتلك النشاطات وأشار إلى أن قطاع الرياضة أصدر تعميما وزع على مكاتب الوزارة بالمحافظات وقيادات الاتحادات والهيئات الرياضية العامة بهذا الخصوص حدد حدد من خلاله شهر سبتمبر مرحلة استعداد الأندي الرياضية للموسم الرياضي الذي يقام خلال الشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020 مؤكدا أنه سيتم موافاة الأندية والمكاتب بالبرنامج ومواعيد تنفيذ النشاطات بعد التشاور مع الاتحادات الرياضية مرفق بالضوابط المرتبطة بالموسم الرياضي للعام 2020-2021 اشتركوا في القناة